من أجل أن نعلم أن الإخلاص لوجه الله هو الأساس وإن وجد الإخلاص لوجه الله فالإنسان لا يتعلق بمظهر العبادة أبدا إخلاصك لوجه الله يقودك إلى ما يرضي الله يقودك إلى العمل الذي هو أرضى لله سبحانه وتعالى وكم من إنسان يذهبون إلى الحجم سنة وثلاثة ورباع ويرغوا كل سنة إلى آخره ويتعون الأموال الطائلة ومن حولهم فقراجيا مساكين إلى آخره يخيل إليه لو أن هؤلاء الذين يزرعون الطريق ما بين الشام ومكة ذاهبين آيبين الحج والعمر وما إلى ذلك أنفقوا هذه الأموال على المحتاجين لهم كما بمحتاجها يخيلوا إلي ذلك نعم فهذا المعنى لازم ندركه من خلال كلمة من استطاع إليه سبيله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر